تقنية السقيب الأمطار الاصطناعية مشروع حديث بآلية جديدة في ترشيد المياه وقد تمكن العديد من الفلاحين بولاية الأغواط من استعمال هذه التقنية العصرية في الري لما لها من فوائد عدة تقنية عجبتنا شفنا حتى في الدول مننا ومننا عجبتنا وكي جات لتزير فرحنا وانتقلنا مننا من الأقواط رحنا لبرج بواريريج على جلبها نستفسرون ونفهمون من هذه الناس التقنية هذه كفا دائرة كي شرحونا قنعونا وفهمونا وكيما قالونا كيما شفنا هذه أنطار استناعية فلوبي من ناحية الاقتصاد تعلماء مشاء الله هذه بالتجربة جربتها نعم من ناحية النبتة مشاء الله رقم تشوفوا فيها تتزقى كيما ناكي وناكي مش كيما للرش هذا العادي من ناحية كنسومات تعلماء من ناحية ريسيتي من ناحية الرطوبة من ناحية مشاء الله كلش ريزو رهي تحت فيه الأرض مش كيما كان بكري الجميع الألاء تدخل دير ميز دير قمح مش كيما هنا هناك الرش القديم من تطيقش ندير ميز الكلمة اللي نقولها ماذا بنا الدولة تتلفتنا شوية وتعاوننا الدعمنا الدولة دعمنا من ناحية تسوية الوضعية على الورق من ناحية الكهرباء من ناحية كما هذا مشروع ما شاء الله ناجح هذا الفلوبي هذا الأمطار الاصطناعية فأنا كنت دير فيها الدولة الدعم أنا 95% قاعدنا نستديره ولهذا النوع من التقنية في سقي الأراضي الفلاحية بطريقة الرأي المعلق مردود كبير في الإنتاج وترتيب الأجواء الحارة خاصة في الصحراء مما يساعد النباتة والأشجار على التحمل ويعد السقي بالأمطار الاصطناعية ثورة في عالم الرئي الحديث فرق كبير ما بين الرشل اللي استعملت اللي عندي في أرضي مستعملوا وما بين هذا جديد لقيتها حاجة معنى كبيرة حتى في الإنتاج حتى في السقي حتى في الكهرباء معنىها فيه فوائد كبيرة توسيع هذا المشروع يحتاج لتقديم يد المرافقة لهؤلاء الفلاحين خاصة في توفير الأراضي ووسائل الإنجاز